اشتركوا في القناة اعزائنا المتابعين الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة لكن سيدعمنا كثيرا لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا شكرا لكم الجزء الثالث وده الجزء الخاص الدرس الثالث والدرس الرابع نبدأ على طول ان شاء الله زي ما احنا متعودين مع دعاء المذاكرة اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشتك وسر بطاعتك انك على كل شيء قدير وحزبنا الله نعم الوكيل ونقول بسم الله نبدأ ان شاء الله مع التيب سكريبت نص الاستماع اللي عندي اللي موجود في لسن ثري الدرس التابعة It's like a conversation between an interviewer ما بين interviewer يعني محاور او المقدم بتاع البرنامج وعزة تعالوا كده نشوف ونبدأ نشوف ال interviewer بيقول ايه Studying at a STEM school can be easy الدراسة في مدرسة من مدارس التكنولوجيا او مدارس العلوم الحديثة can't be easy مش سهل Only students فقط الطلاب who are very good at science فقط الطلاب الجيدين في مدة العلوم technology التكنولوجيا engineering الهندسة and math والرياضيات او math لو انا عن طاب الامريكان can study at these schools فقط الكويسين او الطلبة الجيدين في العلوم التكنولوجيا الهندسة والرياضيات هم بس اللي قدروا يدرسوا في هذه المدارس and they have to work hard لازم يشتغلوا او يعملوا بجدية when they get there عندما يصلوا الى هناك لما يصل لانه قبل في المدرسة او تم قبوله في المدرسة يجب ان يعمل بجدية but spending time at a stem school ولكن انك تقضي وقت في مدرسة من مدارس العلوم الحديثة must be very rewarding لازم تكون مجزية شيء مجزي rewarding هنا معناها شيء مجزي today اليوم I have some students أنا لدي بعض الطلاب from stem schools من المدارس مدارس العلوم الحديثة with me معي they are going to tell us سوف يخبرون about their amazing achievements سوف يخبرون عن إنجازاتهم إنجاز يعني achievement او هي مفرد إنجازات اللي هي طبعا achievements بالأس عن إنجازاتهم الرائعة first اولا of all بادئ ذي بدأ او اولا زي ما احنا اتفقنا قبل كل شيء as they are going to talk about an award هتتكلم عن جائزة عزة سوف تتحدث عن جائزة او منحة that she has won فازت بها هتتكلم معنا عزة عن منحة فازت بها تعالوا نستكمل مع عزة ونشوفها تقول نستكمل مع بعض ونشوف عزة هتقول اي hello مرحبا I want an award and accept جائزة او منحة for a project لمشروع أنا قمت بي that I did I أنا قمت بي او أنجزتو at my STEM school في مدرسة العلوم الحديثة الخاصة بي اللي أنا بدرس فيها يعني first of all اولا قبل كل شيء our classes started the problems الفصل بتاعي درس المشاكل caused by polluted water اللي المتسببة في او caused by المتسببة ب المياه الملوثة around the world حول العالم يبا ايه المشاكل اللي بتسببها المياه الملوثة caused by polluted water around the world حول العالم I understood and have found that people definitely ان الناس زي ما احنا بنقول كده بلا شك بالتأكيد cannot stay healthy if they have to drink polluted water ان الناس ابدا لا يمكن ان يكونوا بصحة جيدة طول اما هم بيشربوا مياه ملوثة خلى بالك احنا بنتكلم عن اضرار المياه الملوثة مش ازاي المياه بتتلوث خلى بالك ماشي كده حنا بنتكلم عن اضرار شرب المياه الملوثة so I also started plans and realized انا ايضا درست النباتات وادركت ادرت افهم and realized ادركت that some of them can clean dirty water انا ادرت افهم اني بعضهم او ادرك اني بعضهم يقدر ينظف المياه القزرة او المتسخة I asked it myself سألت نفسي could this be a way to solve the problem هل قد يكون هذا طريقة او حل طريقة لحل المشكلة what happened next ماذا حدث بعد ذلك تعالا نشوف اللي حصل بعد ذلك نشوف عزة هتقول له ايه I developed an invention انا طورت اختراع that cleans polluted water اللي بينظف المياه الملوسة using only plants مستغتما فقط النباتات I'm sure that this انا متأكدة اني ذلك can help people living in places اني لقد يساعد الناس انها تعيش في اماكن that do not have fresh water اللي ما فيهاش مياه عذبة او مياه نقية او مياه طازقة كل داب معنا كلمة fresh after we checked that the invention worked well بعد ما تأكدنا او بعد ما فحصنا بعد ما اختبرنا اني الاختراع شغل بشكل جيد I entered a science competition انا دخلت مسابقة في العلوم in the united states of america in the usa in the united states of america طبعا in the usa اختصار لunited states of america الوات المتحد الامريكية I was very pleased كنتم مبسوطة جدا to win an award ان انا اكسب جا اذا I think my invention might be important انا اعتقد اني اختراعي ربما يكون مهم now الان I want to take it around the world انا عايزة اخدو حول العالم اخد الاختراع بتاعي والف بيه حول العالم يعني توري دول كتير وتوري ان الاختراع بتاعها ازاي بيشتغل وازاي مميز عن باقي الاختراعات الاخرى there is a chance في فرصة او يوجد فرصة that it could help millions of people يوجد فرصة لمساعدة او ربما لهذه الفرصة تساعد ملايين من الناس interviewer المحاور اخينا نقولها interviewer عشان بس تبقى واضحة احنا بننطقها ازاي interviewer المحاور او المزيعة لها I think you're probably right اعتقد انك ربما على صواب انك صح هتساعد ملايين الناس وده يقدر يساعد ملايين من الناس حول العالم نشوف مع بعض جزئية الريدنج اللي موجودة في الworkbook كتابة تدربات page 16 صفحة 16 students in Egyptian STEM schools الطلاب في المدارس أو مدارس العلوم الحديثة المصرية are encouraged شرف الدين ومحمود ومحمد عبد السلام من مدرسة العلوم الحديثة ب6 اكتوبر entered a competition دخل ومسابقة in Italy في ايطاليا in 2015 في عام 2015 2015 their project مشروعهم helps to produce energy مشروعهم بيساعد في إنتاج الطاقة أو توليد الطاقة زي ما احنا بنقول from animal waste من مخلفات الحيوانات and prevent pollution وطبعا بيمنع أو يحمي من التلوث يمنع التلوث نوها شوكري and أسماء عاطف نوها شوكري وأسماء عاطف from المعادي STEM school من مدرسة العلوم والتكنولوجيا بالمعادي أو العلوم الحديثة بالمعادي invented a device اخترعوا جهاز that removes اللي بيزيل salt الملحة from water من الماء using high technology مستخدماً تكنولوجيا يعني متقدمة جداً مش هقول بقى تكنولوجيا مرتفعة عشان هاي مرتفعة أو تكنولوجيا عالية أوي مفيش مشكلة طبعاً لو أولتها كده بس يعني طبعاً تكنولوجيا زي ما احنا نقول يعني متقدمة it produces drinking water هي بتنتج مياه الشرب at a low price بسعر منخفض جميل دول كده نوها شوكري وأسماء عاطف تعالوا نشوف ياسمينيا هي from the same school من نفس المدرسة المعادي مدرسة العلوم الحديثة بالمعادي invented a device اخترع الجهاز that uses اللي بيستخدم local materials زي ما احنا نقول الخامات المحلية that's the meaning of local materials it cleans polluted water بينظف المياه الملوسة and it produces a source of energy وبينتج كمان مصدر للطاقة يعني بينظف المياه الملوسة وبينتج مصدر للطاقة the three girls تلت بنات ونزف كزب ومصابقة جوائز in a competition في مصابقة in the USA في الولايات المتحدة الأمريكية United States of America زي ما قلنا in 2015 في عام 2015 the families of all these students أسر هؤلاء الطلبة must be very proud أكيد فخورين بهم جدا ده المعنى طبعا مدارس السم موجودة في مصر وبدأت تنتشر في أماكن كتير قوي وتقدر حضرتك إن شاء الله تقدم بس أهم حاجة خلي بالك من درجة الماس درجة الرياضيات درجة الساينس ودرجة الإنجليش كمان خلي بالك من الحاجات دي ودرجاتها علشان يتم إن شاء الله الموافقة على قبولك بهذه المدارس زي ما احنا متعودين تعالي نشوف الimportant language notes on listening على نص الاستماع عندي عندي win ودي بمعنى يفوز أي نوع من أنواع الفوز إنك تفوز بجائزة أو بميدالية أو بكأس أو بمباراة I was very pleased إن كنت سعيد جدا to win an award إن أنا أكسب أو أفوز بجائزة لكن أنا عندي كلمتين يسمها earn يتكسب أو يكسب فلوس مالا يكسب فلوس if you work hard لو اشتغلت بجدية you will earn a lot of money سوف تكسب أو سوف تتكسب الكثير من المال يبقى أنا أخلى بالي إنني مقدرش أقول you will win a lot of money لإن you win يبقى أنت هتفوز يبقى أنت دخلت منافسة أو مصابقة وهكسب فيها فلوس لكن تتكسب من عرق جبينك زي ما بنقول أو بتعبك أو بشغلك أو بشغلك يبقى دي اسمها earn تمام allow or let allow or let الاتنين معناهم قريب من بعض لكن allow بيجي بعدها object مفعول به وتوز زائد فعل في المصدر زائد infinitive verb وليب معنى يسمح my father allowed me والدي سامح لي الفاعل هو الوالد المفعول به الobject هو أنا أنا يعني I لكن في المفعول به بتبقى me عشان كده هي جاية my father allowed me والدي سامح لي to أدي هي to آهي زائد الفعل في المصدر infinitive verb play to play in the club والدي سامح لي إن أنا ألعب في النبي طيب let برضو بيجي بعدها object وبيجي بعدها infinitive ودي معنى يترك أو يدع يترك أو يدع يدع في حاله يعني يسيبوا يعني بالبلد كده زي ما احنا بنقول أو بالعمية let me go let me go أو let me go دعني أذهب please من فضلك يبقى ده الفرق ما بين allow و let تمام جدا تعال نشوف الكلمات الموجودة في lessons three and four Wi-Fi Wi-Fi طبعا خدمة انتشرت وموجودة من فترة يمكن طبعا في مصر من فترة مش بعيدة لكن في دول كتير قوي هي من التسعينيات في دول برة Wi-Fi وهي تكنولوجيا طبعا لإنه wireless fidelity ده اختصارها wireless fidelity wireless fidelity وهي تكنولوجيا للاتصال اللاسلكي طبعا كلمة wireless يعني لاسلكي بالإنترنت وده طبعا بدون أسلاك تمام جميل جدا Wi-Fi spot أو hot spot زي ما احنا تعلمناها قريب كمان وعرفنا ان في حاجة اسمها hot spot Wi-Fi spot دي موقع أو مكان للاتصال بالإنترنت e-book اختصار لكلمة electronic book electronic book اللي هي نسخة من كتاب ولكن نسخة إلكترونية تقدر تستخدمها على التابلت تقدر تستخدمها على أي جهاز إلكتروني زي اللابتوب والتليفون حتى أو السمارتفون تقدر تشوف عليه أي e-book electronic book smartphone ده الهاتف الذكي وطبعا لإمكانيات زي الكمبيوتر احنا عارفين كلنا معظمنا دلوقتي معنا سمارتفون achievements achievements إنجازات essay essay مقال خلي بالك دي essay مش easy easy e-a-s-y لكن دي essay e-s-a-y تمام powerful قوي sports equipment أدوات أو معدات رياضية زي معدات الغطس مسلا البدلة بتاعة الغطس والمسك بتاع الأكسجين وأنبوبة الأكسجين أو تانك الأكسجين زي ما احنا بنقول كل ديش مع أدوات رياضية على سبيل المثال في الرياضة واحدة دي حاجة واحدة يعني أنا اخترت مثلا snorkeling أو scuba diving فدي الأدوات اللي انت بتستخدمها في الرياضة دي award جائزة أو منحة energy production انتاج الطاقة rewarding شيء مجزي شيء مفيد شيء مجدي يعني اللي انت بتشتغله بتلاقيه أو اللي بتتعب فيه بتلاقيه نستكمل مع بعض extra vocabulary polluted ملوث ودي صفة طبعا realize high technology تكنولوجيا عالية أو زي ما قلنا تكنولوجيا متقدمة وده الأفضل طبعا أنا ما قلش تكنولوجيا عالية تمام لأن أنا كنت علاقة عليها لأن أنا عارف طبعا ما مكتوب هنا تكنولوجيا عالية فلزلك بيقول تكنولوجيا متقدمة وما فيش مشكلة أنا نقول تكنولوجيا عالية يعني ولكن يعني تمام cause يسبب interview interview أو interview لو أنا عايز أنطقه بالأميركن شوية مقابلة شخصية interview المحاور الشخصي اللي هو بيجري المقابلة الموزيع يعني object أشياء laptop computer محمول وطبعا احنا حتى بالعربي بنوعي laptop كلمة lab على فكرة lab اللي هي دي مش b for book لأ دي p for pen معناها حجر الحجر عشان كده الكمبيوتر المحمولة تسمى باسم laptop لأنه احنا بنحطه على حجرنا كان زمان أول لما بدأ يطلع بتحط الشنطة على رجلك وتحط فوقها لابتوب وتبدأ تفتحه وهو على حجرك فعشان كده تسمى بهذا المسمى lab كلمة lab اللي قدامنا دي اللي أنا واعف عليها معناها حجر تمام anyway يعني بس مهم برضو أن أنا بقعارف يعني أصل الكلمة جمنين لو في أصل ليها أنا حابب أعرفها forms of technology أنماط أو أشكال التكنولوجيا British بريطاني أو اللغة البريطانية اللي هي لكنة البريطانية certain معين أو مؤكد geography 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 الجغرافية academic academy دراسي يعني لعلاقة بالدراسة allow يعني يسمح ولسه متكلمين عنها في language notes تمام plastic طبعا مادة البلاستيك metal metal معدن أو شيء معدني glasses نظارة likely من المحتمل أو ملائم perhaps ربما need handwriting خط منمق خط منظم خط شكله حلو printer طابعة connect يوصل interrupt يعني يقاطع حد بيتكلم فأنت تتكلم وهو بيتكلم فتأطعو prevent يمنع achieve ينجز أو يحقق express يعبر عن Egyptian schools المدارس المصرية type يكتب على الكمبيوتر أو يكتب على أي حاجة فيها زرائر معيها type لو أنا كذبة مثلا invent يخترى invention اختراع ticket office مكتب تذاكر experiment تجربة علمية ticket machine مكينة التذاكر اللي بتطبع التذاكر يعني competition مسابقة أو منافسة traveler مسافر أو رحال corridor ممر طرقة يعني طرقة في مكان أو الطرقة اللي بتبقى قدام الفصول دي اسمها corridor produce ينتج print يطبع coin عملة معدنية enter يدخل free wifi internet مجاني طبعا بدون أسلاك electronic electronic pollution التلاوث animal waste مخلفات الحيوانات نستكمل مع بعض بقى الكلمات uniform زي مواحد device جهاز drinking water مياه شرب local materials مواد خام محلية remove يزيل chance فرصة sports shoes sports shoes حزاء رياضي sports shop محل أدوات رياضية prize جائزة proud فخور container وعاء أو حواية expression تعبير نسيبش تعبير اللي هو بيتكتب تعبير يعني زي مثلا I am the red أنا مفلس ده معناه ده تعبير this is an expression إنه نقول oh my gosh يا إلهي ده برضو expression تعبير definitely بلا شك أو بالتأكيد source مصدر online متصل بالإنترنت طبعا عكسها offline وعارفنا كلنا نستكمل مع بعض ونشوف conjugation of irregular verbs تصريفات الأفعال الغير منتظمة الأفعال الشزة اللي مش مشي على القانون بال-ED وبال-D وبال-IED زي take took taken drink drank drunk find out found out found out think thought thought spend 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 تمام دي الأفعال اللي عندي words and opposites الكلمة واكسها healthy unhealthy important unimportant nearest farthest local international local محلي اكسها international دولي أو عالمي important expressions and prepositions هي expressions كلمة expressions هي تعبيرات تعبيرات لغوية تمام وحروف جر طبعا الحاجات دي مهمة جدا وحنا عارفين كده عشان أسئلة الاختيارات give an answer to يعطي ردا أو إجابة لي refer to يشير إلى tell about يغبر عن stay healthy يبقى بصحة جيدة caused by يحدث عن طريق أو يحدث بسبب أو عن طريق فلان أو عن طريق شيء معين away to طريقة لكذا pleased to مسرور أن do well do a quiz do well يؤدي أداءا حسنا يقوم بعمل جيد بشكل حسن ودي do a quiz يعني حل امتحان مصغر كلمة quiz يعني امتحان مصغر ما بيتعداش كم سؤال مش زي طبعا يكون امتحان كامل يطور اختراع on كحرف جر بتيجي on the computer على الكمبيوتر on the internet على الانترنت أو باستخدام طبعا أو في الانترنت في مواقع الانترنت نقدر كمان نقولها كده similar to مشابه لي hear from يسمع من أو يتلقى غار من type يكتب مقالا ولكن يكتب على الكمبيوتر أو بأزرار يعني على keyboard دي أهم حاجة أي أن كان الkeyboard إن شاء الله حتى لو في التريفون نحن بغي عليها type لأنك مش ماسك ألم مش ماسك ألم وبكتب بالحروف guess the meaning يخمن معنى study the problem يدرس مشكلة at a low price بسعر منخفر connect to يتصل بي cause a problem يسبب مشكلة نشوف مع بعض exercises على الكلمات تعالوا كنشوف choose the correct answer from a b c already energy number one energy الطاقة blank مسافة costs a lot of money بتكلف فلوس كتير أوي nowadays هذه الأيام طيب يترى طاقة بسعر منخفر ايه أو ايه اللي بنعمله في الطاقة saving أننا أحفظ الطاقة wasting أننا أصرف في استخدام الطاقة أصرف يعني في استخدامها أننا قضية production إنتاج الطاقة ولا polluting تلوث الطاقة طبعا أظن كده الإجابة وضحت production energy production إنتاج الطاقة costs a lot of money يكلف فلوس كتير أوي هذه الأيام number two sports space can be bought at a sports shop يترى ايه الحاجات الرياضية اللي أنا أقدر أشتريها في محل الرياضيات yards اللي هي اليرضات وتيجي كمان بمعنى حضائق clubs النوادي تقدر تشتري النوادي شي equipment المعدات الرياضية يتبع sports equipment ولا information المعلومات وطبعا تبقى الإجابة برضو وضحت بعد الترجمة sports equipment الآلات أو المعدات الرياضية نقدر تشتريها أو تقدر تشتريها في محلات الرياضة number three mobile phones التليفونات المحمولة that can work like computers اللي تشتغل مثل الحاسوب أو الحواسيب عشان هي جم are called تسمى ايه old phones تليفونات قديمة glasses كبيات أو نبضارة smart phones موبايلات حديثة أو تليفونات حديثة telephones تليفونات تليفونات عادية طبعاً واضحة جداً مدام موبايل حديث ونستخدموزها الكمبيوتر يبقى is called smart phones هقول بقى طبعاً are called smart phones في الحالة لأنها جمع طبعاً هقول is called smart phone لو هي مفرد are called smart phones لو هي جمع number four Egyptian scientists العلماء المصريين have many space تلقوا العديد من ايه in science في العلوم races سباقات places أماكن classes فصول achievements طبعاً كان لديهم إنجازات كثيرة في مجالات العلوم المختلفة يبقى achievements مضبوط جداً number five working as a doctor العمل كطبيب إنك تشتغل كطبيب يعني is a space job هي وظيفة ايه developing بتتطور ولا rewarding مجزية يعني جيبة همها ولا polluting ملوثة ولا hard working إنك يعني شغلانة صعبة ولازم تشتغل فيها بجد لا طبعاً هي a rewarding job هي وظيفة مجزية يعني بتجيب فلوس كويس ده المقصود بيها وتبقى أجابتي إجابة صحيح برضو نكمل أسئلة الاختيارات number one دي جات في الستيرون بوك as a space and invention that cleans polluted water using plants عزة عملت ايه في اختراع بينضف المياه الملوثة باستخدام النباتات احنا عرفنا إنها طورتو يبقى started بدأت ولا cleaned نظفت ولا developed طورت ولا entered دخلت أو أدخلت طبعا الإجابة developed طورت السؤال رقم 2 جي في الworkbook space is a book that you can read on a computer or a tablet هو كتاب تقدر تقراه على شاشة الكمبيوتر أو على شاشة التابلت تمام ايميل ولا e-book ولا printer ولا award طبعا الإجابة هتكون الكتاب الإلكتروني هو كتاب تقدر تقراه e-book electronic book برضو number 3 is in the workbook هي موجودة في الworkbook عمر won an space for his amazing invention عمر كسب ايه أو فاز بأيه ل أو بسبب his amazing invention اختراعه الرائع تمام يبقى احنا عارفين كسب جائزة فين بقى جائزة e-book ولا honor كلمة honor ما بنطقش الh silent ودي معناها زي تكريم أو شرف award جائزة essay مقال وطبعا هو حطتلي an لإني كلهم بيبدأوا بحرف متحرك تقولي طب ما ديها مستر حرف ساكن لأ احنا عقول لها بتتنطق honor honor يبقى أنا بتعامل مع الصوت التاني أو أول صوت بيتنطق بمعنى صح مش هقول بقى الحرف التاني أنا أول صوت بتنطق عندي فهو صوت متحرك فتاخد آن لكن طبعا مش هي دي الإجابة هي الإجابة عندي جائزة award that's right مضبوط جدا number four english and technology الإنجليزي والتكنولوجيا are space for getting a good job مهمين جدا للحصول على وظيفة جيدة مهمين أساسيين ضروريين يترى useless essential harmful difficult وضحت جدا أني ضروري أو أساسي essential جميل ودي جدت في امتحان الإسماعيلية سنة 2018 جميل نستكمل مع بعض نبدأ مع بعض الحياة اللي جدت في long-man only students who are very good at space فقط الطلاب اللي جيدين في كذا شوفت هنا good at كلمنا عن الحلقة اللي فات good at جيدين في can join STEM schools يقدروا يلتحقوا بمدارس العلوم الحديثة يترى science فقط Arabic العربي science and math science ورياضيات علوم ورياضيات ولا social studies الدراسات الاجتماعية لا طبعا أكيد مدام مدارس العلوم الحديثة يبقى محتاج العلوم والرياضيات science and math that's right number six who space the telephone فرد عليه وقال له Graham Bell اللي اخترع التليفون يبقى من اخترع التليفون كلمة اخترع who made من صنع ولا did ولا discovered اكتشف ولا invented اخترع طبعا الإجابة كده وضحت who invented من اخترع جميل space is something that allows mobile phones ايه هو الشيء اللي بيسمح للموبايلات الجهزة المحمولة and computers والحواسيب to connect to the internet انهم ما يتصلوا بالانترنت ترى e-book ولا laptop ولا wifi ولا net طبعا نت لوحدها مش هتنفى فانا عندي wifi that's right تبقى اجابتي صحيح لها طبعا ميزة الاتصال بالانترنت بدون اسلاك تعالوا نشوف التدريبات الخاصة بالمعاصر ونبدأ مع number 8 you should use need space قلنا خط منمق while writing an AC بينما انت تكتب مقال يجب ان تستخدم خط مهندم خط نضيف خط منمق عندما تكتب مقال طيب انا عايز بقى need a handbag handwriting handfree handmade طبعا الوحيدة اللي فيهم اللي تنفع وتبقى بخط اليد ويبقى خط زي ما احنا نقول منمق هي handwriting اكيد واضح طبعا handbag دي شنطة بتحمل على الزراع في اليد يعني كمان handfree اللي هي طبعا السماعات handmade صناعة دوي طبعا شوالة واحدة منه number nine the space is used for printing something from your laptop ايه اللي بيستخدم في طباعة شيء من اللابتوب بتاعك من الجهاز المحمول الحسوب المحمول طبعا اللي بيطبع هي الطبعة يطرى سكرين الشاشة ولا printer طبعة ولا earphones اللي هي السماعات الأذن ولا ماوس اللي هي الفارع لا طبعا الإجابة number ten space is a small computer هو كمبيوتر صغير في الحجم حسوب صغير في الحجم that you can carry with you تقدر تشيله معاك طبعا وضح جد phone laptop washing machine water heater اللي هي طبعا الغلاية أو السخين بمعنى صحي طبعا الإجابة هنا اللي بنقدر نشيله معنا ونقدر نستفيد بيه كحسوب محمول هو laptop مصبوط تمامي بقى جابتي laptop مصبوط جدا ويريت يعني ما تقلقش لو لقيت 3-4 إجابات و4 نفس الإجابة أو نفس الحرف أنا نفسي لما بجأ اضع امتحانات بتعمد اضع كده علشان اخلي الطالب يشك في نفس ه يعني انك نعمل ايه اللي هو ايه ده مش ممكن يعني تعالوا نشوف مع بعض language functions التعبير عن التأكد وعدم التأكد واخدنها اصلا في الجرامر والموضوع ان شاء الله سهل جدا يعني اصلا موضوع الجرامر بتاعنا كان تقريبا نفس الاستردامات هنستخدمها بقى هي هي في سؤال المواقف طيب اولا عشان تعبر عن التأكد احنا بنستخدم على سبيل المثال انا متأكد ان هو ماهر ان هو زاكر ممكن كمان لابد وان يكون هو او هيا او هيا الغير العقل لابد ان يكون هو اكيد زاكي هو حصل على درجات عالية درجات مرتفعة ودي طبعا لا يمكن ان ودي العدم يعني انت متأكد ولكن بالنفي زا ما احنا نقول لا يمكن ان هو لا يمكن ان يكون ماهر هو اكيد مش ماهر هو اكيد مش زاكي حصل على درجات منخفضة دا كده تحسين لها التأكد تعالي شوف لتحسين لتعبير عدم التأكد نقدر نستخدم I'm not sure أنا مش متأكد زي ما هنا قلت I'm sure هنا I'm not sure He, she, it زائد is وكمل جملتي لست متأكدا I'm not sure أنا مش متأكد عامر is at school عامر يكون في المدرسة طبعا بق في الجملتي I'm not sure تمام He, she, it might be هو أو ها أو ها لغير العاقل قد يكون He might be at the club هو ربما يكون في النازي I'm not sure أنا مش متأكد Perhaps ربما He, she, it will وابدأ أكمل ودي معناها طبعا ربما زي ما اتفقنا Perhaps Perhaps he will go to Cairo ربما يذهب إلى القاهرة ربما سوف يذهب إلى القاهرة I'm not certain أنا غير متأكد خلي بالك من I'm not certainly تمام عشان بتيني موضوع سهل وبسيط وإحنا أخذناها في الجرامر تعالوا نشوف الأسئلة هتبقى عليه إزاي تمام شوف كده الpractice ده situation وهو الموقف والنحية الثانية هنلاقي الرد عليه You are certain that Salma is at home إنت متأكد أني سالما في البيت هترد تقول لي Salma must be at home Salma لا بد أن تكون في البيت Number two Your friend Ali won the first prize صديقك علي فاز بالجائزة الأولى Express certainty عبر عن التأكد I'm sure Ali is clever أنا متأكد أني علي ماهر علي يكون زكي أحسن في واحد اسمه علي ماهر مدرب تمام Number three You haven't seen Sama for a long time أنت ما شفتش سما من فترة طويلة Express uncertainty عبر عن عدم التأكد طيب ممكن تكون سفرت ممكن تكون مريضة ممكن تكون أي حال Sama might be abroad على سبيل المثال ربما تكون في الخارج سما ربما تكون في الخارج جميل تعالوا نشوف الأسئلة بقى نفسها آه وإحنا اللي هنجاوه تمام Write what you would say اكتب ماذا ستقول in each of the following situations في كل من المواقف التالية Number one You are sure that Janna isn't in Egypt أنت متأكد أني جانا مش في مصر She is in England now هي في انجلتلا دلوقتي طبعا ممكن كذا واحد أنا عندي ثلاث أسليب مسلا للتأكد ممكن كل واحد يستخدم الأسلوب فيعني answers may vary ربما تكون الإجابات مختلفة من تيتشر لتيتشر حتى في الإجابات بتاعت الكتاب نفسه ممكن أنت تقول إجابة تكون سليمة وتنفع فيعني ياريت بس ما نلتزمش بإجابة واحدة الموضوع طبعا answers may vary لأن دي أرابة تمام هو بيقول أني جانا مش في مصر أنت متأكد أني جانا مش في مصر هي في انجلترا الآن طيب يبقى أنت متأكد إنها لا يمكن إنها تكون في مصر طب لا يمكن يبقى جانا can't be in Egypt she is in England وتبقى أجابتي صحيحا تمام جد صديقك مش في المدرسة النهاردة هو مريد you are not أو you were not sure أنت مش متأكد طيب خلي بالك هو ما قالكش اسم صديق والله يعني ممكن تقترح اسم صديق يعني مثلا أنا قلت I'm not sure عمر is at school today أنا مش متأكد إن عمر في المدرسة النهاردة I'm not sure عمر is at school today he might be ill he might be ill بدلا he is ill أنا خليها he might be هو ربما لأن أنا مش متأكد I'm not sure عمر is at school today أنا مش متأكد إن عمر في المدرسة النهاردة the uncertainty he might be ill ربما يكون مريد زي ما هو قال number three you are asking about the train that leaves to Alexandria إنت تسألت عن القطار اللي بيغادر إلى الأسكندرية express certainty عبر عن التأكد إنت متأكد شوف فأت قلي طب إنت متأكد يبقى I'm sure the train to Alexandria أنا متأكد إن القطار إلى الأسكندرية ما له يغادر وقول بقى أي ساعة قول أي ساعة leaves at 7 مثلا أهو I'm sure the train to Alexandria أنا متأكد إن القطار للأسكندرية leaves at 7 p.m طبعا مش تازم أحط p.m يعني ممكن أقول 7 o'clock هي p.m معناها مسائن اللي هي فترة بعد الظهر طبعا يعني واحدة يقول لي الساعة بعد المغرب أو بعد المغرب حسب التوقيت يعني بتاع البلد ما فيش مشكلة هذه بس هي p.m اللي هي من فترة بعد الظهر من بعد 12 الظهر أو في تمام 12 الظهيرة الساعة بتقلب مساء عن بيت بتتكتب كده p.m اختصر طبعا لكلمة post meridian وهي خط من خطوط خطوط الطول اللي احنا بنقيس بها الزمن عموما يعني دي بس المعلوماتك يعني تمام number four Khaled has traveled to Aswan Khaled سافر لأسوان for a week لمدة أسبوع you're sure he isn't at home انت متأكد إنه مش في البيت انت مش متأكد يبقى خالد لا يمكن يكون في البيت Khaled can't be at home صح كده مظبوط طيب he has traveled to Aswan for a week وقول هكده he has traveled to Aswan for a week يبقى Khaled can't be بدل he isn't at home دي يبقى هو لا يمكن ان يكون في البيت اهي Khaled can't be at home he has traveled to Aswan for a week يبقى كده اجابة اجابة صحيحة مظبوطة وكملة هنا ان شاء الله بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا ياريت ما ننساش لايك وشير وما تحرمش الغير ياريت لو انت اول مرة تشوفني تعمل سبسكريبشن ما تنساش كمان تفعل زر الجرس زرار الجرس الجماعة مهم جدا علشان بيخليني اعرف نزول عند نزول كل حلقة بيجيلي اشعار بذلك ياريت طبعا لو انت حابب تبحث عن اي حلقة سابقة طبعا هتقدر تلاقيها على القناة اللي انت بتشوفني عليها دي دلوقتي لو انت بصت تحت هتلاقي كلمة ايزي انجليزي وكلمة سبسكريب تقدر تدوس على سبسكريب الاول وبعدين تدوس على ايزي انجليزي هتلاقي نفسك دخلت على القناة نفسها وتقدر تشوف كل الحلقات اللي فيها او جزئية القوائم هتلاقي فيها المنهج متقسم تلتة عدادة تيرم اول تلتة عدادة تيرم تاني اول سنوي تيرم الاول المراجعات التيرم التاني كل حاجة متقسمة حتى السمر كورس هتلاقي له قايمة ما تنساش طبعا انك تفضل متابعنا لمشاهدة الحلقات القادمة ان شاء الله اتمنى يا رب ان انا نكون ساعدتكم وفتكم يا رب يعني ان شاء الله بالتوفيق للجميع كان معكم مستر طالبنة من قناة ايزي انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة